اشتركوا في القناة 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 تضيف جزيركم اشتركوا في القناة ومستوح من رواية وي اي اي ف انا عارف انه هيكون حلو بس انا حاولت معرفش عنه اي حاجة عشان اعرف اقرق كتب بعد كده في رواية اسمه The Underground Railroad وده ملوش معاد محدد بس امل ان هما بيقولوا انه هو هينزي خلال الشهور دي اما ابريل او مايو او يونيو بس ده بيتكلم عن الشاب اسمها كورا وفي محاولتها انها تساعد في ال Underground Railroad اللي هو كان بيحرر العبيد في الجنوب الفكرة في الرواية دي انها كابتكلم عن ال Underground Railroad وده مكانش ريل رود حقيقي كان مجازي بس في الرواية دي بيبقى حقيقي ودي طريقتهم في تحرير العبيد معرفش عنه كتير برضو بس الرواية دي لما نزلت خدت خيب كتيرة جدا الناس كتير شكروا فيها فاعتقد ان هو هيبقى لطيف ان هو هيبقى فيلم حلو فيلم او مسلسل بعد كده في فيلم راب اسمه Things Heard and Seen ده مستوحى من رواية اسمها All Things Sees To Appear لي كتب اسمها Elizabeth Brindage معرفش عنه اي حاجة كله عرفوا ان هو فيلم راب وثريلر امريكي وانا مش مهتمة جدا نشوفه نعم مش مهتمة جدا بحاجات الرب اللي ما بحبش يشوف الرب بس ممكن اقرأ راب بس ما بحبش يتفرج على الحاجات الرب جدا بس للمحبين الرب في حاجة راب هتنزل قريب بعد كده في حاجة اسمها Those Who Wish Me Dead ده فيلم ثريلر هينزل وسترن وسترن لببطالات شوية اعتقد ان ده هيكون فيلم وسترن بيتبع قصص مختلفة لناس مختلفين عشرين في المكان ده ابطال اغلبهم من السيدات وسترن في وسط حرائق غابات مونتانا معرفش عنه كتير برضو انا الصراحة مش من هوات الويسترن جدا بس يعني بقولها للي مهتم بيها في حاجة انا مهتمة بيها جدا اللي هي مسلسل اسم بيرتاون ده خمس مسلسل خمس حلقات ونزل بالفعل على HBO نورديك باسم بيورنستاد ونزل في HBO امريكا باسم بيرتاون بيرتاون دي مستبحة من رواية بيرتاون نفس الاسم لفريدريك باكمان ودي بتدور احدثها في مدينة صغيرة في السويد بتحصل فضيحة بنت بتتهم افتكر ولد مشهور جدا في فريق الهوك بتاع المدينة دي بان هو مش عارف اقتصاب ولا تحرش ولا حاجة بس الفكه ان هو ده البطل المحبوب بتاع المدينة وإيه اللي بيحصل انا مهتمة جدا ان اشوفه ومهتمة جدا ان اقرأ الكتاب بس اللي عرافه انها تقريبا خمس حلقات بس وكان قصير فمهتمة جدا ان اشوفه بعد كده في فيلم YA نزل على نتفلكس اسمه موكسي مستوحى من رواية YA بنفس الاسم وبنتكلم بنتبع قصة بنت عندها 16 سنة بتستوحي التمرد الماضي بتاع مامتها وبتبدأ تعمل زي منشورات في الجامعة في المدرسة بتاعتها السنوي بانها بتواجه التحرر شوي الاهانات اللي البنات بيتعرضو لها في مدرستها بعد كده في كتاب فيلم اسم ماي سالينجور يير وده هيكون فيلم دراما مستوحى من مذكرات بنفس الاسم ليه جوانا راكوف جوانا راكوف كتبت المذكرات دي في 2014 وبتتكلم فيها عن الفترة اللي اشتغلتها في الوكالة الادبية اللي هي هارولد اوبر ودي اللي كانت الوكالة الادبية بتاعت جي دي سالينجور فبتتكلم فيها عن قصة السنة اللي اشتغلتها فيها واتقد الفيلم هيكون دراما وبتكلم عن الفترة بتاعتها دي بعد كده عندنا جوبيترز ليجاسي جوبيترز ليجاسي ده مسلسل هينزل على نيتفلكس سوبر هيرو بمستوحى من سلساية كتب لمارك ميلر وفرانك وايتلي بنفس الاسم نوعا ما فكرتني شوية لما قررت السنة بتاعها بقصة واتشمين شوية منتبع اول ابطار خارقين للعالم اللي حصلوا على قوائهم في التلاتينات ونتبع برضو الوقت الحاضر دلوقتي احفادهم وعندهم القوة دي وازاي هيحققوا المجد اللي اهلهم حققوا واخر حاجة هتكلم عن نوعهم مسلسل اسمه The One ده مسلسل بريطاني ساي فاي وكرايم ودراما ميني سيريس فاعتقد انه يكون اقل من 10 حلقات واعتقد انه متاح حاليا على نيتفلكس ده مستوحى من رواب نفس الاسم له كاتب اسمه جون مارس الناس لما سمعت عن الكتاب ده الناس كتير شابهوا جدا ببلاك ميرور والفكرة منه ان هو في ده عالم تقدر الشخص يعمل فيه DNA تست وده ده بيقول له مين الشريك الحقيقي المناسب لي في اي مكان في العالم طالما الشخص التاني ده الشارك برضو في البرنامج ده هو عمل DNA تست فغالبا في اوقات كتيرة اعتقد دي فكرة رأسية انه هيكون شريك الحقيقي اللي هيطلع للناس بعد الاختبارات دي مش الشريك الحقيقي اللي هما معها حاليا اعتقد هتبقى ديلمة شوية وجو بلاك ميرور شوية فانه مهتمة جدا انه اشوفه كنتم مهتمة انه اقرأ رواية فمش عارفة انها ممكن اقرأ رواية الاول قبل ما اشوف الفيلم دي حاجات اللي نوعا ما متأكدين انها تنزل فيه خلال شهر ابريل وماي يونيو لو عندكم اي حاجة ان ياسماتهم عنها او تعرفوا انها تنزل خلال فطيات سيبوها في الكومنتات اشان برضو احب زي ما قلت لكم احب اتابع خصوصا الحاجات مكتبسة عن كتب وقرأ الكتب الاول لو انا مهتمة ان اتفرج على الحاجات لو في حاجة من الحاجات دي ارطوها بالفعل او اتفرجتوا عليها بالفعل هل تستحقوا انها هنتفرج عليها وايه الحاجات اللي انتو عارفين انها تنزل خلال الشهور الجاية وانتو متظرينها جدا كالعادة طبعا انتظر تعليقاتكم واتيب في ديسكريبشن بوكس لينكاتي على سوشيال ميديا واللينكات كل حاجة موسيقى